المسائية من الميادين وفي عنوين ملفها الوحيد بعد إعلان الحكومة اللبنانية عن خطة إصلاح مالي واقتصادي خمسية الحريري وحلفائه يطلقون حملة تحريض واسعة على رئيسها حسان الدياب هل تنزلق محاولات تغيير المعادلات إلى استخدام العنف تسجيل صوتي لأحد محازبي جنبلاط يدعو فيه إلى مواجهة الجيش وقوى الأمن بالسلاح وفي الذكرى العشرين لتحرير جنوب لبنان هدى براك يكشف عن تورط إسرائيل من دون جدوى وكيف انهار جيش العملاء خلال ساعات مساء الخير أعلنت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان الدياب خطتها الإصلاحية لإنقاذ البلاد اقتصاديا وماليا خطوة أضيفت إلى رصيد الدياب في قيادة الحكومة وإدارة المواجهة مع كورونا ما أقلق الرئيس سعد الحريري وحلفاءه في نادي رؤساء الحكومات السابقين وخارجه فبادروا لإطلاق حملة تحريض ضد الرئيس الدياب فهو أربكهم بحديثه عن خطة خمسية لاعتقادهم أن توليه المنصب سيكون لفترة انتقالية قصيرة فانطلقوا بحملة شرسة فيها احتجاجات وقطع طرق وأحراق محل تجارية وكانت لافتة الدعوة للعنف في الشارع واستخدام السلاح لتغيير معادلات سياسية بهذا الوضوح كان التسجيل الصوتي لمسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي وفي تسريبه رسالة إلى زعيمه وليد جملاط أحداث وتطورات في لبنان عشية الذكرى العشرين لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي وبهذه المناسبة تحدث إهدى باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي حين ذاك ليكشف عن بعض أسباب الانسحاب الإسرائيلي وكواليسه أهلا بكم في المسائح البداية نرحب بضيفنا ومسرورون بوجوده معنا من العاصمة اللبنانية بيروت فخامة الرئيس إيميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية السابق مساء الخير فخامة الرئيس مساء الخير قبل أن نبدأ النقاش اسمح لنا ومشاهدين الكرام أن نذهب إلى هذا التقرير حول مصير حكومة الدياب وهذه الحملة اللشارسة تجاهها فقد اصطادمت المقاربة التي تعتمدها حكومة الرئيس حسان الدياب بمصالح القوى السياسية في لبنان التي لجأت إلى التحريض السياسي ضد الدياب وحكومته ولسيما الرئيس السابق سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومة السابقين وفريق الرابع عشر من أذار تقرير أحمد عبدالله خطوات حكومة حسان الدياب نحو الحد من الانهيار الاقتصادي المالي سرعان ما اصطدمت بتسعير التحريض الطائفي ضد الرئيس وإجراءة حكومته القوى الأساسية التي حكمت لبنان طوال ثلاثة عقود وفق ما بات يعرف بالحريرية السياسية انتفضت دفعتان واحدة ولمحت إلى استعدادها للذهب إلى الشارع لإسقاط الحكومة في حملة يبدو أن هناك من يريد لها أن تمتاز بالعنف والمراهنة على السلاح لتغيير معادلات سياسية راهن الرئيس السابق سعد الحريري على قصر أمد حكومة دياب لكنه خسر الراهن بعدما وجد نفسه أمام حكومة تعلن عن خطط خمسية وتكتسب حيثية شعبية إثر نجاحها حتى الآن في مواجهة وباء كورونا نجاح أقلق الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين الذين أطلقوا حملة تحريض شرسة ضد الرئيس دياب يوكبها تحريك لجزء من الشارع زعيم الحزب الاشتراكي الذي يشارك في الحملة لا يخفي التحريض الطائفية ضد ما يسميه السياسة الكيدية ويصف دياب بأنه لا شيء فيما لا يتردد تيار المستقبل بالتلميح إلى أن دياب لا يمثل طائفة السنية في حملة تتقاطع مع رئيس القوات سمير جعجع وما كان يسمى جماعة الرابع عشر من أذار هكذا تحمل القوى التي قادت البلد إلى الغرق على الأقل منذ عام 2005 إلى عام 2020 مسؤولية الانهيار إلى خلفها الذي لم ينضي على توليه مسؤوليته مئة يوم والأخطر أن رموز الطبقة السياسية يرفضون حتى المساءلة بتهم الفساد ويدعمهم في هذا الرفض بعض المرجعيات الطائفية خطة حكومة حسان دياب الاقتصادية قد لا تكون مثالية هذا ما يقوله الخبراء لكن المؤكدة أنها المرة الأولى التي يضع فيها رئيس حكومة خطة إنقاذ مفتولى الرئيس سليم الحص آخر حكومة له عام 1998 هذا وانتشر تسريب صوتي لعضو منظمة الشباب التقدمي أيسر فعور خلال اجتماعا في منطقة رشايا بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي في الأول من أيار فعور دعا شباب المنظمة الذراع الشبابي للحزب برئاسة النائب السابق وليد جملات إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع ومواجهة ما وصفه فعور بالعهد ولو بالسلح بس الأجهزة الألمانية دي ما تمثل خاصة بجهاز المخابرات اللي هو من دار شخصيا من إنشاء العالم من حزب الله يتصرفوا كأنه ميليشيا شخصية لهم باسم البنان وباسم العالم البنان ما أقول لكم أن ننزل وجههم لأنه بالأخير ابنك وابن خيج وقرابتك وبيك كلهم موجودين هاوضي بماسس عسكري بس إذا قرارهم مش بئيدهم ما فينا نحن ننزل وجوهم بس إذا هل يتعرضوا قلنا مأنا كامل بحق أنه نواجهه ونتصرف شباب بس ننزل نحن بإسم الحزب المجتراك نتصرف لهالأسواب العنف اللي عن نحكي فيه ما رح نكون نحن قادين بهالأجتماع منحكي رح نكون مجموعات مسلحة عن متصرف لأنها المغروف ما رح نكون نحن عن نحن إجدراسة ننزل نحرط قليق عسكرية ولا مصرف ولا شو مكان ونواجه العلم نجدد الترحيب بك فخامة الرئيس لحود سأبدأ معك النقاش حول تقييمكم ونظرتكم إلى النهج الذي يتبعه الرئيس حسان الدياب لأنه بعد تقديمه الخطة المالية الإصلاحية اعتبرها البعض بأنها عابرة للخطوط الحمر التي رسمها الرعاة النظام الاقتصادي والمال لطلة العقود الثلاثة هل تنظرون أو تقرؤون بأن هذه الخطوة إيجابية لاستعادة هذا المال المنهوب الذي لطالما حذرتم بأنه يمكن تسديد الدين من خلال معرفة من ارتكب وراكم هذا الدين هذا موضوع يعني مرأنا فيه ونعرفه عن غير أول شيء لأول مرة منذ الاستقلال بنعمل خطة اقتصادية على كذا السنة هذه أول مرة أكيد مش متل ما بدنا إياها مية بالمية لأنه صعبة بالبداية إذا هاكوا هجموا لها كيف لو بتنعمل متل ما لازم تنعمل لأنه الخطة بتفرجي على القليلة شو ممكن يصير من هلا لكذا السنة يعرفوا اللبنانيين وين رايحين اثنين بتعطيهم أمل وعلى الأساس مثل العادة ذات الأبواء الأبواء المذهبية ويلي نحن نبهنا عنها من زمان ما بدي يعود أقول ذات الكلام أنه ما رح يمشي الحال بس للأسف ما حدا كان يصدقنا بس هلأ قان الأوان أنه الأمو تتغير لأنه هالمرة فيه جوع جوع حقيقي قبل العالم ما كان تصدقهم العالم تقول أنه مش معقولي أنه إجا الحريري حتى يساعد لبنان وجاب مصاري وإلى آخر مظبوط جاب واشترى السياسيين وإذا أكتر واحد أنا بعرف لأنه بلش فيه وما أقدر ومش نهاك قادر أخد قرار للأسف مش كله نهاك وعلى هالأساس بلج بكل صراحة عملوا منظومة سياسية مذهبية تحتى يساعدوا بعض بيتخانقوا على القصمة مثل المافيا بس شو مصلحة البلد بحدا مفرق معه الشعب هلأ مش ههمه السياسي الشعب وصل لوقت أنه بدوا يأكل وعلى هالأساس هاي خطة مش مثالية بس ممتازة ممتازة بأنها حملت يمكن البنك المركزي المصارف الجزء الأوسع من المسئولية من هذه الأزمة فخامت الرئيس وإذا كانت نية الرئيس الدياب موجودة هل ستسمح له منظومة الفساد هذه التي أسميتها منظومة سياسية ومذهبية فاسدة بأن يستكمل هذا الطريق في ظل هذه الحملة التحريضية التي انطلقت من الطائفية بأنه لا يمثل التلميح بالطائفة السنية بمركز رئاسة الحكومة أكيد في فرصة وهالفرصة ما لازم نروحها لا أنا أيامي بكل صراحة وما كان حدا يسمعني هلأ عم بيسمعه لسنة الألفان واربعة قدرت خفف قد ما بقدر بيقفز سلولار كان يعطينا 300 مليون دولار بالقوة آخر نهار ما حدا كان بديو يغير عم بقلك آخر جلسة وإيلا بالميادين قبل الحراك من زمان من خمس سنين وقفت بمجلس وزراء قلت له نطلع على الباب وخبر الشعب أنتوا عم تسرقوا الشعب وقتها بالقوة منها من تمون وصارت تعطي مليارين بديو 300 طيب وإشي تاني صاري أهم شيء قبل ما حدا كان بدو جيش وطني هاو دي نسيوه الناس أنا بس بلجت كنت بعدي بالغربية ما طلعت بعد على إيادة الجيش وقتها بلجت بأول فرقة سميتها فوج وطلبت من عدة أفواج اللي كانوا تحت يعني هاودي اللي بعض منهم صاروا حلفائنا ما حدا نبدو وقامت لأيام علي بما فيهم اليسل هرهوي وبعت وراي ليش همخبر هالقصص لأنه أنا أكيد أنه الدكتور دياب إذا بيوقف ورح يوقف ما حدا بيقدر يعمل معه شيء لأنه آدمة وعلى الأساس ما لازم يرد على حدا وخاصة أنا مرأت فيها وفي البعض غشوني معلي شيء بنندور الزوايا ما لازم هيك بتكون كسرتة بالمرة لأنه لا أجبكم إيمونة لأنه بالجيش فعلا هو الآمر الناهي وراحوا وقته اشتكوا ما خلوا حدا لدرجة أنه بعتوا خبر للألوي ما ينفذه ثاني يوم بعت برقية أنه ما بينفذه ثاني يوم ببطلوا خدت ألوي ما بدي عيد الكرة فخمت الرئيس قلت أنه الرئيس دياب شخص آدمي تحديدا يعني الأطراف التي تصوب عليها مصادر بالحزب التقدم الاشتراكي الذي هو جزء من هذه الحملة المعارضة والذي يصوب على العهد والآن على حكومة الرئيس دياب يقول أنه الوضع لم يعد يحتمل المزيد من السكوت لن نسمح باستنساخ تجربة الرئيس أميلا حود هل اليوم الرئيس حسان دياب هو بعباءة سليم الحص كما قال الأب الروحي لهذا الرئيس أنا ليش خبرتك هالخبرية لسبب لأنه بيقدر خاصة هلأ لا لأنه الشعب وعي لمن قبل يقلوله ما يصدق وكان ياخد فتاة من الزعمة هذا يعطوه لأنه يبضوا من الخارج ويوزعوا وعندهم تلفزيونات ويعملوا مثل مبدون وطقاصموا الجبن كلهم 2005 فلت ملأ كل السرقات الكبيرة صارت بعد 2005 لا حواطوني بدي يطلعوني من الأسر استحلات حدا يسمعلي قالوا يا غلط اللي عم تعملوا حلف رباعي وإلى ما حدا نحب يسمع تهمونا بالقتل الآن هناك أذان صاغية للرئيس الدياب شعبيا وغطاء سياسي أتحدث أيضا فخمت الرئيس ألا تتخوف مما يجري بالشارع الذهاب إلى الفوضى إلى السلاح مواجهة حتى يعني كما يقال الحكومة يمكن بالسلاح لتغيير المعادلات أنا أكيد بيقدر يعمل مرأنا فيها لا لأنه برجع بقول الحراق الشعب وولادنا عم بيجوعوا لا يمكن بقى يرضوا أنه يكفوا مثل قبل أنا ما كنت بتصور أنه يستعملوا وداع الناس أنا بتذكر من شي سنة إجا لعندي الدكتور حسن خليل اللي بيحترموا لسبب ما بعرفه وقته يخبرني عن السليلير إجا قال لي الوداع كله طارت ما صدقته قال لي ما حدا عم بيخلي مصاري بقى بلبنان لأنه انسرقت وطلعت قلت له أنا كنت رئيس جمهورية ما رح طلع قرش ما طلعت قرش طيب شو اللي صار تحرك الشارع هلأ هلأ في كورونا عندكم وقت تفكروا ما في تدوير زوية في مثل ما عم بيعمل هلأ الدكتور يكفي للآخر يعني هالخطة الاقتصادية بدأت تنفذ هلأ بتنزل على مجلس النواب أكيد مجلس النواب اكتر منهم ومنهم حلافاء أنا ما بدهم بسبب لأنه بدهم نجاعوا بعضهم ومين اللي بيطلع بيحكي طواقف قوة هيدا خط أحمر وهيدا ما بعرف شو نعم أنا اللي بدي قوله يوقف أنا ما زال عم بيلك أنا كنت قائد جيش ماشي وما حدا بده يعمل دمج صار الدمج ولك راح تتفاجأ ما حدا كان بده مقاومة كل لبنان ما بده مش الجيش وأجهزة أمنية بقلبهم كانوا بدهم أنه يضل مقاومة بس صدرت الأوامر من الباب العالي وقتها أنه سوريا بده والحرير وتبين طلعت أنه سوريا أبو جمال قلت له مرضي عاملة ما قدوا يعملوا معي شي فخامت الرئيس بالأخير لو ما وقتها تصفيت الحساب كان بأكد لي ما عاش فيه حزب الله لأنه كانوا ديرانوا ساعتان بال93 مش ما حدا بيحكي فيها بيحكوا بال96 لأنه صاروا كلهم مع المقاوم بده جيبه ما بعرف مساعدات رسالة للرئيس الدياب أنه قادر على تخطي هذه الأزمات الدليل أنك لم تكن يمكن محصن بهذه الحاضنة سياسية الآن في من يدعم الرئيس الدياب أيضا حاضنة شعبية ورغم ذلك صمدت وبقيت بالقصر الجمهوري حتى آخر نهار رغم كل هذه المؤامرات صحيح مش بس صحيح بقلك للألف وخمسة ما يدر يعملوا معي شي اللي بدي يعملوا يقولوا سوريا بدي هك ما هني كانوا مع النزا اللي مش شو اسمه التلات اللي كانوا مسؤولين عن لبنان أنا زاك أبو جمال على رأسهم كان أبو جمال يقبط منهم عبد الحليم خدام نعم مثل السياسيين وعه الأساس قدرت أعمل بعدين لما انتهموني بالقتل وتركوني وصار حلف رباعي أنا زاك لوحدة قال لهم وردات مرسيم إنون الانتخاب وهون بدي أوصل لمشكلة الأساسية بس هلها ما بدي يطول عليها لأنه الناس جوعاني بدي تاكل إنون الانتخاب وصلنا لهون وهذا حكيتها لكل الأطراف بما فيهم الفريق طبعنا قدتلهم بكرة هتشوفوا بتروح المقاومة لم يجوعوا ما فينا نكفيها بالمذهبية تطلعوا النواب تطلعوا حوالك مين تطلعوا نواب يلي نقدر أكتر شيء بمذهبه هلا شو عم يحكي الحريري المذهب السني ما بيرضى لبنان لبنان مش مذهب السني ولا شيعي ولا الماروني ولا الكاتوليك ولا شيء لبنان برهن للعالم بيقضي يوقف بوصد إسرائيل بيكون وطني ومشان هاك قدرنا لها لأنه لو تقعزنا من 93 ما في حزب الله ولا في تحرير بس للأسف هلأ وصلنا لنقطة عم بيخوفوه الشارع السني مين الشارع السني والشارع الماروني والشارع الشيعي انتو خلعتوها بروس العالم بس أنا ما سدعتكم وصلنا لوقت الحراك النظيف لأنه فيه بعض الأطراف داخل عليهم وما بدي يدخل بالسياسة النظيف بديوا يخلص بدوا لبنان دائرة واحدة ونسبية ووعتها اللي بمس اللبنان بيجي من قبل فخمت الرئيس فخمت الرئيس من يخوفون بهذه المذهبية هذا السيف الذي يشرونه دائما وبرأيك ما المخاوف التي أثارها دياب حتى تحرك واستنفر كل الحكومات أو رؤساء الحكومات السابقين تحدث من الحريري إلى الصنيورة سلام وكذلك مقاتي وكلهم يوجهون السهام يقولون بأن حكومة دياب أو دياب هو هدفه الانتقام من الحريرية السياسية وأيضا لا يمكننا إلا التفكير بأن هذا منطق انتقامي مننا ومن المسيرة التي رسخناها طلت ثلاثة عقود أنا ما بدي أدخل بالسياسة أنا بعرف شغلي أنه وصلنا لوقت سرقوا الوداع طبع المودعين الأوادي من اللي تركوا مصرياتهم هون لأنه أنا بسمع البعض بيقولوا إيه خفتنا هربناهم مظبوط بس العكترية لأنه خايفين يدعو فيهم ومشي نهاج فيه ناص باللي قالوا دكتور دياب دكتور دياب حكي أول شي من مدة أنه بدأ نقيم من مئة ألف وفاق نوع من الهركة قامت لأيامه وصاروا يتزايدوا هن الحرامي ما بدون هركة لأنه شركاء وبعضهم وأصحابهم منهم عندهم منهم عوادهم عندهم هون بس هن شو بيعملوا بمجلس النواب بيقولوا ما بدنا نفتح السرية المصرفية يما نخلي أنه الوزير والنائب والرئيس روح على المحكمة أسقط هذا المشروع بالمجلس النواب كما صار أول ما بلشت أنا هون بيقولك كل صراحة عم بيحموا بعضهم لأنه حرامي أنا هون بلوم الدكتور بشغلة أنه آه بتعوزوا مصاري لأخدوا الفواد العالية ترجعوا بتنقصوا منهم ولكن ما بتقولوا من هون وطلوع من هون وطلوع في منهم أوادم في منهم تقعد لأخدتوا أنا لما طلعت من الجيش قائد جيش خمسين سنة خدمة أطول واحد كنت بالجيش عادت طلع سبعمائة ألف دولار بتكون يا حرامي يتقاصموني لمن أنا قلت ما بدي أخد نصف مليون دولار من الحريرة من الست التسعة التسعة والثمانين لوقت اللي عملت رئيس وبعدها لوقت اللي مات الحريرة فالسؤال صريح فخمت الرئيس هل يمكن لهذه المنظومة أن تسقط حكومة الرئيس حسان الدياب من خلال استثمار واستغلال تحريك الشارع لا يمكن إذا ضلوا واقف الدكتور وأنا أكيد آدمة وما ينصحوه لبعض الوزراء من الداخل أنا بعرف في وزراء أوادم ومش كلهم أوادم لأنه أنا بعرف تجربتي عندكم نائب رئيس الوزراء بعرفها آدمية ببدأ تعمل شيء للوطن وزير الصحة برهن أنا ما بعرفه شفته كيف اشتغل وزير الاتصالات مرض لأنه كان بده يبيعه الحريري منعته يبيعه كان بده يبيعه وقته كان هلأ ما قادر يرده كان بيعه انتهى بس على القليل وعب الحرامي كانوا عم يسرقوه نعم لأنه قادر يقيم منتم اللي هلأ ما بدي يدخل بالسياسة اللي عم بعايته يسارخو أنه معقولي أنا وقته يرجعوا على الحسابات كان عقل بكتير اللي مشتركين كان وقتها بس إمناها منتموا للشركتين اللي كانوا عم يشغلوها اللي كانوا بالدولة صارت طعطي مليارين هلأ عم بقولوا عم بيطلع مليار طيب وين عم بيروح المصريات وقامتين بلش نزال من بعد الالفين وخمسة لما ما عاش إليه كلمة ومتل ما بتعرفي صاروا يتمرجلوا بديوا يطلعوا على القصر وإلى آخر إليه مناطركن أنا هل تتخوف من سيناريو الفوضى فحامت الرئيس هل تتخوف من سيناريو الفوضى وأريد منك أيضا معرفة هل من أطراف خارجية تدعم هذه المنظومة لأنه في ظل أشهر من الغياب والجمود عاد الحراك والاهتمام الدولي بلبنان من عدة زوايا مثلا تحرك السفيرة الأمريكية وقيل بأنه نقطة تحول وإعادة حتى ما جرى بالساعات قرأت خبري كما يقال باللبنان أنه باتصال السفيرة الشي برئيس الدياب هو لم يجبها إلا بشكل قاطع بداية لم يجب على الاتصال وعندما عاودت الاتصال به مرة أخرى قال لها فيما يتعلق بحاكم مصرف أو الموقع الثالث لنائب حاكم مصرف لبنان نحن نريد تعيين ثالث أو نائب حاكم لبناني وليست تعنيئينات مرتبطة بنيورك وكأنه استقلالية القرار اللبناني عاد يمكن القول وهذه الأطراف الأخرى أو المعارضة هل تدعمها جهات خارجية أنا أكيد وحقلك تجربتي أنا عم بيعكي لمن كنت قائق جيش مش لمن كنت رئيس جمهورية كان يدخل السفير معي أنا متذكر تماما بأدة محلات أول قصة المخاومة يقل لي لاش أنت قابل بط هذه قبل 93 لما أخذوا قرار لأمريكان مع الدولة اللبنانية مع الكل الكل بقول في البعض قلبه ما كان معهم بالجيش بس كانوا بدوا ينفذه يتلفل يقول لي هوا رح يخبوا لبنان يقولوا يطلعوا من عرضي وبعدين نحكي شو قادروا يعملوا معي والقصة الشهيرة ما بدي يعيدها شو قادرت تعمل أولبرات طلعت ونزلت تعرف مع مين عم تحكي مصير لحوض وقتها بقلت أدب كل عمر وعم تحكي فجأة قلت لأ بعد 20 مليون متر قلت وعم تحكي مع وزيرة خرجية أماركة بتعرف شو معناتها قلت لأ تخزين لنا ست بدي نام وسكر شو قادرت تعمل بس بدي ألكم شي ما حدا بيدوي عليا يرجعوا للتاريخ رجعوا عطيت أمر لقائد الجيش أنا كان ينفذ مش مثل من بعد اغتيال حريري صار بدي يعمل عنطر وعمل يداص وقتها قلت له ما بتبعتوا الجيش على الحدود يخذ عب الفرير طبع المقاومة خوته الإسرائيلي صار وا كيفين على حاله صار وا وج بوج مع المقاومة وبعد هربانين بيبكوا وقتها طلعوا بعد شهر لعندي ما بنسى عبيت الدين طلعوا لأنه قالوا نشوفك بالأسر أنا مصيب قالوا نطلع لعندك إجا مستر ووكر يرجع للتاريخ يعني نحن أمام نموذج مشابه بالتدخل الأمريكي فخامة الرئيس لأنه يقال رأي آخر هي تلعب على خط التوتر من جهة هي تدعم حركة الشارع حتى هذه الفئة المعارضة التي تحاول إعادة إحياء تحالف الرابع عشر من أذار وهنا أسأل هل الظروف مشابهة وقادرة على إحيائها بالمقابل تقدم الدعم تقول وضرورة الإشراع بهذه الخطة الإصلاحية للحكومة هل الظروف مشابهة التدخل الأمريكي أيضا موجود الآن يمكن القول لفخامة الرئيس أنه حدا بتصور طلع قرار بمجلس الأمن وصوتوا علىيا كله أنا ذاك لأنه ما كانت بقوة روسية هلأ والصين وإلى آخر أنه صار الانسحاب رجعوا تراجعوا ردوا 18 مليون متر بعد شهرين وعلى أسرة رجعنا قدامنا عن نقورة وهي دي اللي رجعوا نسحبوا منها للأسف من بعد وعم تعمل مشكلة قصة الغاز هلأ ترجع مشان لأمريكان أنا إيلا مئة مرة وخاصا على الميدين في معادة اللي لازم نفهمها إسرائيل شو بدأ ما يكب تعمل لها وبما أنه دولة الوحيدة قدرت تشحط إسرائيل من بلده لبنان مين بالقرار اللي أخدناه وبوجود المقاومة إسرائيل بدأ رأسنا ومشان هاك قلتا مئة مرة هي بتعطي إعاز لأمريكا أمريكا هي بتوظيف اللي بدأ بتعمل شغل إسرائيل وهون لازم يعرف الناس ما زال وصلنا للجوع بك بتفتح وديناك إنه لما صار الإغتيال لا بدوا يصير الإغتيال عمل لي مثل مبادة الحريرة عمل عينون الشيخوخة وقتها وعمل وسيط الجمهورية وصدر عينون الوسيط وآخروها بمجلس النواب إنه بدأ ننطر بعد بس جمعتين بدأ ندعب بالحسابات لأنه ما بدون مات الحريرة حطوهم اتنين بالجرور هلأ عم بيحتف يا الدكتور لازم ينعملوا هاو من خمسين سنة هم بدي يقول أمريكان إسرائيل مزعوجي من لبنان راح مزعوجي من حكومة حسان الدياب نعم خليني كافيلك استعملوا التكفيرية وقتلوا الحريرة استعملوا التكفيرية هجموا على مكمن قوة المقاومة السورية ما قدروا على إيران بالعقوبات ما قدروا وأنا قلت لهم من ثلاث سنين وقلت لهم المقاومة بديرجوا على لبنان قال نحن قوي قلت لهم بكرة بيقدروا لدينا باللائمة العاش قال ما راح نوصل راح نوصل لهم فيك تساليهم وقلت راح يصعطونا فيها الامريكان بدوا جوعوا الجيش بدوا جوعوا الشعب وبدوا يلعبوا على وطر الجيش أنه أنتوا ما لازم تردوا بهذا شيء خلاصوا من الحرامية ويحطوا بالسلة وحدة كل العالم لا المقاومين اللي عم يموتوا مش هين الأرض هاو دي شيء والسياسيين يلي هن من كل الأحزاب شيء تاني هذا اللي بدي قوله طيب فيما يتعلق بتحريك الشارع لم تجبني عن هذه النقطة فخامة الرئيس هل تتخوف من أي فوضى تحديدا نحن نتحدث يعني بس لأنه في تسجيل أو تسريب صوتي لأحد مناصري الحزب التقدم الاشتراكي أثار الكثير من الخوف خصوصا أنه نحن نتحدث عن 84 إصابة لدى الجيش اللبناني باليومين الأخيرين 50 منهم بترابلوس فخامة الرئيس وأنت كنت بموقع القيادة للجيش ما الذي تعني هذه الأرقام وهل ممكن أن تؤثر يمكن هذه التغيرات بالشارع أو من يحرك هذه الشارع واستخدام السلاح أنا أنا ما عم بجاوبك لسبب مش معقول يصير الشي لأنه هن ما تقدين بخوفوك وعهل أساس سربوا هالكلام اللي عم بيحكيه هيدا الخواجة ومن تاني ما قالوا نهجمه على العسكر ومين من وراء مبسوط لأمركاني إمنى الحنوني الإسرائيلي من وراء بتقولوا لأ إمنى الحنوني بدأتساعدنا إيه بدأتساعدنا هلأ لأنه هلأ كل شيء بيروح ببلاش بيسادر بيبيعوا السلولير والدني كلها وبيمشي الحال لأ إذا بيضل واقف خاصة عنده حراق معه وعنده معه قائد جيش كان رئيس جمهوري وعنده الجيش وعنده المقاومة معه سيصمد عهد الرئيس ميشيل عون سيصمد فخامة الرئيس لأنه كذلك في دعوة لرئيس الجمهوري ميشيل عون رؤساء الكتل النيابية إلى عقد حوار وطني كما أسمى هل سيصمد عهد ميشيل عون لأنه السيوف المصوبة والسهام اتجاهه كثيرة أنا أبأكد لك أنه كله طهبيط حيطان ما حدا يخاف عم بيهبطوا حيطان على أساس بيقولوا أنه ممكن يتعثروا ويهربوا وإذا ما هربوا منفوت الجيش بالناس وبعدها منقول انقاذ استلم يا جيش وبيلعبوا برأس كم واحد متل ما لعبوا بالزمنات كانوا بالجيش تا يعملوا فوضى بس ما بيطلع بإيدهم لأنه الجيش متل ما عم بقلك صار وطني وبدأ نخليه وطني وبدأ ننتبه له كتير للجيش لأنه بقلك بكل صراحة السياسيين لازم ينعمل فيه متل ما عملنا بالجيش هذا العنون بيخلي يصير يفكر ومتل ما بيفكروا بالجيش وما عشو ما بدون من الخارج نعمل عنون وطني لأنه إسرائيل ما بدا صرت إلى مئة مرة إلى هون إلى بسوريا إلى بإيران إلى بفرنسا إلى بالعالم كله إلى بفرنسا بس ما بدون يسمعوا لأنه إنهم مصالح أكيد مش سوريا وإيران وكذا بس هاوديك الغرب مصالح مع إسرائيل وللأسف فريقنا بيتأثروا من جماعتهم منهم عم بيستفيدوا ويضل الوضع من مذهبة ما بيجوز نكفي مثل ما نحن لأنه كوني أكيد إنه بدأت ضل إسرائيل جرب تقرب لبنان هلأ عندنا نعد المال هيني كتير ما بدا شي أنا رح قلكن شو الحل وأنا قلت الحل وما حدا نسمعني أول يوم بلش الحراق 17 طلعت بيان 19 وعمموها وما كانوا بالتليفزيون قلت حكومة موعتة وقتها كان عبينادو بدنا الحريري يرجع كلهم أصحابنا وجر قلت لهم يا خي ما هو خربة ترجعوا بتجيبوه تاريخ الإنسان بدل ما حدا ما حدا نصدق طيب شو بدك قلت لهم وزارة موعتة شغلتها شغلتان فقط أول شي بده يجيب سيولي لأنه رح نوصل لوقت بده يطلع الدولار وعه الأساس بيبعثوا مثل ما عملوا باليونان وزير المالية طبع اليونان هو خبرني أول ما بلشت هجموا الأوروبية لألمان بده نشتر جزر تبع اليونان وبدوا نشتر كل شي ببلاش بعتوا وراء هالأغنية اللي غني وراء الدولة وكلهم معروفين هذا اللي أخذ من النفايات هذا اللي أخذ من الكهرباء هذا من التليفون هذا تعالي هون بتردوهم عمالكم يا رمال رح نخبر الشعب يفوت عبيوتكم إذا المسؤول بيعمل هاك بيجوا عندهم الأسامة كلهم حاجة تخبوا وراء خيال إصبعهم كلهم لأهلأ ما حدا بيحكي فيهم أي بدنا نعمل بتبلشوا بهذا الشغل بيكون في سيولي الدولار بينزل ما عاش عنده حجة الأمريكية الرئيس دياب خلال توقيعه بطلب مساعدة صندوق النقد الدولي تحدث عن هذه الخطوة الأولى لورشة حقيقية لإنقاذ لبنان فخامة الرئيس ولكن بالمقابل كان مطالبة واضحة من رئيس الحكومة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامي بمصارحة اللبنانيين أنتم بالتأكيد قرأتم هذه المطالعة أو تبعتم مطالعة حاكم مصرف المركزي هل أقنعكم ما قدمه من مبررات لهذه السياسة النقدية والمرتبطة المالية السياسية لثلاثين عاما أنا بقدر أقول ما للأسف اللبناني أكتريت المسؤولين مع الواقف يعني خدي أي مسؤول مني هلأ موجودين شوفوا وين كانوا كانوا عم بحاربوا مع الفلسطيني منهم ومنهم كانوا ركدين عند إمنا الحنونة ويجيبوا سلاح من إسرائيل منهم إلى آخر بس عالبيت لقاية صاروا كلهم من الواقف رئيس الفلاني أول سنتين عالبوا علاه بعد مد طلع رئيس تاني كلهم ورا ويمدحوا فيه عالبوا علاه لأعرب شيء لقاية بس مات الحرير قبل ما يسترجوا وتهمونا عالبوا علاه وفزوا وتاني مال اكتر منهم من فريقنا هاو دي لاح وما بيصير ما بيصير طيب لماذا بتردوا المصريات من هونيك مش عشرافلكم من انه تخلوا ينزلوا الناس جوعانين على الشارع وصير تتهموا هاي مخابرات أجنبية لا مش مخابرات أجنبية في ناس جوعاني وانا بقدر إليك من هلا انتو منعيني انا اخد انا بعطي مثل انا لا انا كنت رئيس جمهورية انه ما اخد إلا على الدولار مزبوط صحي طيب انتو شو بتضمنوا انه انا معيشتي وهو دي اللي بيعيشوا من وراي من المسؤولين اللي بيحافظوا على حياتها الكم واحد وكذا الاخرية انا من وين بدي جبلون منيحلي ثابت انه ابني وقتها قال لي حط شوية على جنب ويرات جبنا اللبنان وجبنا كذا الاخرية هلأ بعد شهر هنخلصوا شو بعمل انا رئيس جمهورية انا نازل عالشارع معهم عايب اعاجهم بيكفي بقى منكم كلكم انا ما عم بتهم بهالطرف اوالطرف بس اقلكن مثل بس واحد انا اللي من طلع قرار وهيدي مش حكية من ابل طلع قرار تاخد ممتلكات كل الميليشيات باللشت من عند القوات لبربور للقومة بس اجا دار وليد جنبلاط بيبعث وراي اللي ياسل الهرهوي يجذب مروان احمادي اذا بيقدر كان عنده قال لي بعتني لعندك وليد باك على اساس بايه كان هو رشحه للوالد مرتين على الرئاسي لا لانه كمال جنبلاط غير شي كان يفكي بالفقرة وبدي يعمل شيخوخة وبايه بدون ما يعرفه بدي يعمل شيخوخة مثل ما أنا التعيت بالسيد بدون ما أعرفه لا 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 ما أعرفه أنا بدي رد الأرضي المهم وقت منتلكات الدولة ومروان حرام يعني كل شي في القصر والمير أمين والمكتبة والسلاحة طياهن شاب برد له أبدا غير هاي ما بيفهموها إنه الصعب شي والوطن شي تاني اليوم يتخوف رئيس الحزب التقدم الاشتراكي من تكرار هذا السيناريو مع الرئيس حسان الدياب ولهذا شن هذه الحملة التحردية تقامة الرئيس ليش عم خبرك تعطى يعرف الدكتور شولي كيف بيشتغل وليد باك وقت وليد جمبلات جهز كل شي يرجعوا للتاريخ على ثلاثة أيام كل شي في مشاقها بيليه اذا حدا بيتحرك على عسكر بدأنا هنبطها لشوف شو كانت النتيجة أخدناهم مير أمين والمكتبة والأسر عطيناهم للدولة اللبنانية هلأ مرح تصدق واللبنانية مرح تصدق بس في وزراء موجودين وعيشين بعد ما عملت رئيس جامورية يعني من بعد الوحدة تسعين لسنة الأول طلع على فوق تسع وتسعين بدأي أطلع مقر السيفي طبعا رئيس جامورية على أساس بعهدة الدولة كان الرئيس الحص بيلون يا شباب مجلس الوزراء بأول الشهر بعد جمعة بالأسر ببيت الدين بيرفع أصبعه وقتها أبو يوسف بيدون كان وزير السقافة قال لي بس ما فيك تطلع قطلو خار لا قال لي ما هاضي بعهدة وليد جنبلاط مأجرين وما بعرف بشي زايد قلت له نعم بيته لرئيس جامورية قال له إيه قلت له أنت عملت قال لي لا من الواحدة والتسعين طيب أنا بديسأل سؤال أنا كنت رئيس جامورية وقاعد جيش ملتقى أحدا عم بحكيها عن قلب محروق ملتقى أحدا من الجيش أو من الردع أو من كل اللي كانوا قيمين على الدولة من سياسيين أو غيرا يقل لي أنه ورا دهرك رجعوا عطويها لوليد جنبلاط قلت له أنا طالع وبس طلعت لمعلوماتك مين بتلفن لي بتلفن غازي بيقل لي أنت عارف شو صاير بتشوف دم لركاب بده يقيمه تمثال طبع كمال جنبلاط قلت له لدم لركاب أنا موجود فوق يسترجي حدا نعب براسه صحيح كلنا نذكر يعني هذه الحادثة التي ترويها لنا فخامة الرئيس بك تسمح لي فخامة الرئيس لأنه لدينا محور أيضا مهم جدا وحضرتك يعني لقبت بفخامة الرئيس الانتصارين الذي عيشت الانتصارين انتصار التحرير وكذلك انتصار حرب تموز وفخامة المقاوم أيضا كما لقبت وعيشت اليوم نحن بعشية الذكرى العشرين لتحرير لبنان اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير لو سمحت ومن بعد نعود لاستكمال هذا الحوار بهذا الشقة تحديدا المشاهدين الكرام لو سمحتم فاصل قصير لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم وشاهدين الكرام أهلا بكم من جديدة في المسائية بجزء الثاني ونجدد الترحيب أيضا بفخامة الرئيس عماد لحود ولكن سنذهب إيميل لحود عفوا لهذا التقرير الذي يعرض لنا عشرون عاما من الاحتفال وبالانتصار ذكرى تحرير الأرض فبعد عشرين عاما يكشف إيهودا باراك رئيس وزراء إسرائيل عام 2000 عن حقيقة الانسحاب من لبنان في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية يؤكد باراك أن هدف احتلال لبنان كان ترضى منظمة التحرير وتنصيب الإجميل في الحكم لكن الأحداث سارت بعكس تمنيات تل أبيب فتورطت في لبنان من دون جدوى في الثاني والعشرين من أذار مارس عام 2000 أقر إيهودا باراك خطة الخروج من دون اتفاق وصدق على البدء بإخلاء تدريجي للاعتداء الثقيلة يقول باراك أنه في الثامنة عشر من أيار مايو وصلته توصية عن طريق رئيس الأركان بتقديم الخروج لأن الوضع في موقعين سلما لجيش لحد يتقوم ويضيف أو يضيف أنه بعد يومين ترك عناصر جيش لحد موقع القنطرة فدخل إليه حزب الله وهكذا بدأ الانهيار بحسب تعبير باراك فخلال نحو ست ساعات سار الناس نحو الطيب ودخلت مسيرات من خارج المنطقة الآمنة إلى تلال القنطرة في اليوم التالي سيطر حزب الله على موقع الطيب الذي سلم قبلها بأسبوع لجيش لحد اللواء الغربي بجيش العملاء كانوا في خضم الانهيار وعلى ضوء هذا للحاضرين كانت بضرورة الخروج من لبنان بسرعة بعد هذا التقرير واستعادة هذه الذاكرة لإهود باراك تحديدا بتلك الفترة عندما يسأل فخامة الرئيس إهود باراك أنه هل كنتم لماذا لم تستطيعوا كسر إرادة حزب الله قال بالعكس بعد هذا الانسحاب زاد الترسيخ بأنه تعمق فكر حزب الله تعمقت المقاومة بعد عشرين عاما هل لا تزال ثلاثية الذهبية التي كنتم تنادوا بها الشعب المقاومة والجيش راسخة وأين وصلت قوات الردع وميزان وقواعد الاشتباك مع الإسرائيلي لا تريخزيني راح جاوبك بس بدي كف لأنه لازم يعرف الدكتور دياب وقت اللي تلفن لي غازي وقال لي أنه راح يصير في صورة أو الدم لركبت له أنا بقلب لشوف بعدها بخمس دقيق يلي كان بده يعمل الثورة بدأ قل لي وليد جنبلاط وبيقل له مصطفى كان حدي أنا ما بيحمل تلفون قال له بدك تحكي مع رئيس قال له لا 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 بيحكي معك أنت حكي نعم بيحط سبيكر فون قال بس قال له إذا بيخليلي النطور وإذا الجنيني بدي يساويها وبدأ كمان خلي في مطحف صغير لوالده تلو من كل بيت بيضل والست بدأ تعمل الفيستفال تلو من كل بيت وإذا أمكن هلأ يجي يشوفه تلو لا مش وقت هلأ يشوفني لا لأنه نعرفه النهودي طبعا بيتمرجل وبيتمرجله وبعدين بيشوفه هين القوة بيرجدو مش هناك ما تخاف دكتور ما زالك آدم خد قرار وما تتأثر من حوالك وخاصة أنه دور الزوية عملوها معي بس ما طلع بإيده هلأ تنرجع على الموضوع الكتير مهم أكيد هذه المعادلة الذهبية لو ما كانت موجودة كنا بلا كرامة قاعدين إسرائيل بأرضنا وكمان مثل ما قال كانوا بدون يركبوا مذهبيات بعمر المذهبية الكبرى اللي هي الصهيونية وعهل أساس قدرنا نتغلب وإلا افتكروا يرجع يقلبونا على أساس 2005 قتلوا القتيل وأنا أكيد هذا تمويل جاي لتكفيري مثل ما عملوا بسوريا بيعاز إسرائيل إمار كانة وقتلوا وعملوا بإسرائيل ورجعوا هلأ عن جديد أنه لما قدت أنه قلبوا إميل وهيك بنجيب قائد الجيش ما قدر ومشان هك بلش يحكي أنه المعادلة الخشبية بعد ثلاث سنين ما قدر كانت خفت القصة في اللي تخلوها فراغ وبعدين للأسف الفراغ رجعوا على المحسوبيات وعلى المذاب كلهم نسوا للأسف مش هيك بيبنوا وطن لما بيجي وبتقليلي طيب لاش الدكتور بدي يعمل غير شي الدكتور بيقلي مدرسته غير مدرسته وأنا اتفاجأت أنا ما بعرفه أنا اتفاجأت تلميذ برمانا هاي سكول شو الموطو طبع برمانا هاي سكول أنه اللي ممتوصل على محل مهم اي سيرف أنا جايتي أخدم وصلي حق اللي بعمر رئيس وزراء هلأ بدي يساعد شعبي وما بدي يسأل عن حياتي إذا ما بيعمل هاي بيدعسو ودعس وإذا بيوقف وما بيرد عحدا أنا أكيد بيضمير وبيعرف مين اللي حرامي وكذا عمول مثل اليونان جيبهم ردوا المصريات وهون كل القصة عم ينالون من المال تيروحوا لإنجاز التحرير والألفين وستة يلي انجبروا يمشوا فيها لأنه صار فيه مقاومة وإلا بالأساس ولا واحد منهم وبالزوم بدوا المقاومة فخامت الرئيس بقي لي دقيقة واحدة أريد منك ليس نصائح أريد منك رسالة لحسان الجياب بهذا التوقيت تحديدا وبالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان لو سمحت دكتور بدون ما أعرف مع بعض أنا بعيدك بتعيدني ولكن من بعد خبرتي من بعد الممارسة من تعشر سنة بيصل بالقرار الإنجازات اللي صارت لمن فيه حق ونوقف وما نسأل عن غيره ما قدوا أحداً لنا قدرنا نغير قرارات دولية منها حق العودة جبرناه ونحطوها لمن كل الدول العربية ما كانوا عارفين إلا بالآخر سوريا دعمتني أنت بتوقف ما حداً بيقدر لك لأنك تضيف وبعدين انتبه مش كل الوزراء هني مثل ما أنت بتفكرون أنا مجرد وبعرف ما في عندهم حلاوي منهم جربتهم وقت الحزة اختفوا هاو دي شوف تاريخه مع مين كانوا مع مين صاروا يعني كلك ثقة بخامة الرئيس بما سينجزه شكراً جزيلاً لك فخامة الرئيس إيميل لحود رئيس الجمهورية أنا أقول أنك كلك ثقة بما سينجزه حسان الدياب بهذه الفترة لأنك تعول عليه وتقول كلمة باختصار أنه اهدمه شكراً جزيلاً لك فخامة الرئيس للأسف انتهى وقت المسائية رئيس الجمهورية اللبنانية السابق كنت معنا من بيروت شكراً جزيلاً فخامة الرئيس وشكراً لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة للمسائية في أمان الله شكراً لكم